بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعين السلام عليكم إذن اليوم بإذن الله سنكون مع آخر درس في وحدة الدول الأصلية وهو بعنوان المعادلات التفاضلية هذا الدرس موجه لشعب العلمية شعبة علوم تجربية تقني رياضي وشعبة رياضية وأيضا شعبة تسيير واقتصاد إذن فكرة سهلة للغاية واصلوا معنا مشاهدة هذا الفيديو للأخير وستفهمون الدرس بكل سهولة إذن نبدأ مع درس المعادلات التفاضلية تمهيد بسيط ثم ندخل في فكرتي هذا الدرس إذن نحن في وحدة الدول الأسية في نهاية وحدة الدول الأسية تعرفنا على بعض أنواع المعادلات التفاضلية في الحقيقة نوع واحد إذن النوع الذي تعرفنا عليه في وحدة الدول الأسية قلنا المعادلة التفاضلية تكون من هذا الشكل إجراك فتحة تساوي آ إجراك زائد بي وقد قدمته في فيديو خاص بهذه الفكرة إذن مثلا تكون إجراك فتحة تساوي إثنان إجراك زائد ثلاثة إذن المعادلة التفاضلية مثلا من هذا الشكل قلنا هي معادلة المجهول فيها وهو إجراك يمثل دالة معناه عندما نحل هذه المعادلة التفاضلية نجد دالة هذه الدالة ماذا تحقق؟ مشتقتها تساوي إثنان في نفسها زائد ثلاثة إذن لحد الآن هذا النوع الوحيد من المعادلة التفاضلية وعلى فكرة قلنا حلولها هي الدوالة المعرفة بهذه الطريقة سي أسية آ إكس ناقص بي علاء وبي وآ هما معاملاء المعادلة الآن في هذا الدرس سنتعرف على شكلين آخرين من المعادلات التفاضلية والتي لها علاقة بالدوال الأصلية بطبيعة لها لأن الوحدة هي وحدة الدوال الأصلية إذن الشكل الأول الذي سنتعرف عنه ستكون إجراك فتحة تساوي دالة إذن الشكل الأول هو المعادلات التفاضلية من الشكل إجراك فتحة تساوي آف لإكس مثلا في هذا التمرين التطبيقي قال حل المعادلة التفاضلية كيف معرفة إجراك فتحة تساوي ثلاثة إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد خمسة إذن يعطينا إجراك فتحة تساوي عبارة دالة معينة والمطلوب منا هو ماذا؟ هو البحث عن الحل إذن لاحظ عندما تقول مثلا الجميع الآن أي إنسان قرأ الدوال الأصلية درس الدوال الأصلية سيعرف من المفروض الإجابة ما هو حل هذه المعادلة التفاضلية لماذا؟ لأنه عندما تريد أن تحل مثلا إجراك فتحة يساوي إثنان إكس أنت تقول إجراك فتحة يساوي إثنان إكس يعني ما هي الدالة الذي إذا قمت باشتقاقها تعطي إثنان إكس إن ما هي؟ واضح جدا أن إجراك تساوي إكس مربع الدالة الأصلية لإثنان إكس زائد سي بطبيعة الحال لأنه بهذه الطريقة قلنا أنت تتساءل ما هي الدالة الذي إذا قمت باشتقاقها تعطي إثنان إكس واضح أنها الدالة الأصلية معناه في الحالة العامة عندما نريد حل هذه المعادلة التفاضلية إجراك فتحة يسوي F ل X أنت تبحث عن ما هي الدلة التي إذا قمت باشتقاقها تعطي F ل X ما هي؟ هي F كبيرة ل X الدلة الأصلية زائد العدد ثابت C لماذا؟ لأن هذه الدلة بالتعريف عندما نقوم باشتقاقها ستعطي F صغيرة ل X إذن المبارهنة نحاول أن نحفظ بالقالون وسنطبق إذن قال حلول المعادلة تفضلية Y فتحة تساوي F ل X هي الدوال Y حيث Y كيف معرفة؟ حيث Y تساوي F ل X زائد C إذن F كبيرة هي ماذا؟ هي الدلة الأصلية ل F صغيرة والC هو ماذا؟ هو عدد ثابت كيفي إذن F كبيرة هي دالة حيث F كبيرة هي دالة أصلية لدالة F صغيرة والعدد دائماً C في الرياضيات يرمز له بعدد ثابت كيفي إذن ثابت كيفي الآن هل نعين قيمة C؟ هل نعين قيمة C أم لا؟ إذن هذه الفكرة تعودنا عليها في درس المعادلة التفاضلية في بعض الحالات نعين العدد ثابت C وفي بعض الحالات لا نعين العدد ثابت C كيف نعرف؟ من خلال سياغة الثمان إذن نبدأ في حل هذا التمرين لاحظ قال أولاً حل المعادلة التفاضلية المعرفة بهذه الطريقة ي فتحة تساوي ماذا؟ ثلاثة إكس مربع نقص إثنان إكس زائد خمسة لها نفس شكل الدرس ي فتحة تساوي F لإكس إذن نقول ماذا؟ لاحظ إذن واحد حلول المعادلة التفاضلية ماذا؟ إذن الفكرة أن هذه الدالة نسميها F لإكس إذن نضع F لإكس تساوي ماذا؟ تساوي ثلاثة إكس مربع نقص إثنان إكس زائد خمسة ومنه المعادلة تكافئ لاحظ ماذا وضعنا؟ إكراك فتحة هذه العبارة اسميناها F لإكس لماذا نقوم بهذا الأمر حتى يصبح لدينا شكل النموذج للدرس إذن سنقول ماذا؟ في الدرس قلنا حلولها هي الدوال إذن حلولها هي الدوال إكراك حيث إكراك ماذا تساوي؟ حل هذه المعادلة هو فقط المدالة الأصلية للدالة زائد إضافة العدل ثابت سي إذن ما هي الفكرة الآن؟ العمل كله هو في تعيين دالة أصلية كبيرة إذن نعين الدالة الأصلية للدالة F صغيرة لاحظ إذن نحن لدينا F لإكس تساوي ثلاثة إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد خمسة على R يجب أن نعين دالة أصلية لهذه الدالة إذن حل هذا التمرين يقول فقط في النهاية إلى البحث عن دالة أصلية لاحظ كيف نعين دالة أصلية ثلاثة إكس مربع؟ قلنا ثلاثة نحتفظ به كما هو ثم نعين دالة أصلية لإكس مربع دائما كثيرات الحدود لديها قانون واحد إكس أس آن دالته الأصلية قلنا نضيف واحد في الأس ونقسم على النتيجة دائما هذه هي القاعدة إذن في الأس يوجد إثنان نضيف واحد إلا تصبح ثلاثة ثم نقسم على النتيجة دائما هذه هي القاعدة لاحظ ناقص ناقص نحتفظ بالناقص إثنان إكس بالإمكان أن نحتفظ دائما يعني نحفظ الدالة الأصلية لإثنان إكس واضح أن الدالة الأصلية لإثنان إكس هي إكس مربع إذا أردت تطبيق القانون ستقول نحتفظ بإثنان الموجودة الأس هنا فيه واحد لأنه عندما لا يكتب أس هنا معناه يوجد واحد إذا نضيف واحد للأس يصبح ماذا يصبح إثنان ونقسم على النتيجة سنجد إثنان تختزل مع إثنان نجد فقط إكس مربع دائما دالة الأصلية لإثنان إكس هي إكس مربع زائد الدالة الأصلية لخمسة قلنا العدد الثابت A دائما دالته الأصلية AX إذا زائد خمسة إكس لأنه مشتقد خمسة إكس هي خمسة هل نضيف العدد الثابت C لا لن نضيف العدد الثابت C لماذا؟ لأنه عندما نعوذ عبارة F سنجد أنفسنا آلياً أضفنا العدد C إذن حلول المعادلة هي ماذا؟ حلول المعادلة أخيراً حلول المعادلة هي الدوال ماذا؟ Y تسبب معرفة بهذه الطريقة قلنا F كبيرة لـ X إذن ثلاثة تختزل مع ثلاثة إثنان تختزل مع إثنان يبقى X الثلاثة ناقص X مربع زائد خمسة X زائد عدد ثابت C الآن C هل نعين قيمته؟ لحد الآن لا فقط نقول C عدد ثابت كيفي إذن لحد الآن هذا هو حل المعادلة التفاضلي لاحظ هنا توجد كلمة دقيقة استعملناها لعل لم تركزوا معها أنا أقول حلول المعادلة لم أقل لحد الآن حل المعادلة ما الفرق بين حل وحلول؟ حلول معناها عدد كبير جداً من الحلول أو بالأدق ما لا نهاية من الحلول لماذا؟ لأنه عندما تعوذ أي قيمة لـ C ستجد حل واحد مثلاً يقول نضع قيمة C واحد هو حل C إثنان حل ثلاثة حل أربعة حل أي عدد ثابت سيعطينا حل إذن كم عدد الحدود؟ ما لا نهاية من الحلول الآن في هذا السؤال عندما يطلب منا أن نعين F حل المعادلة ولكن حل وحيد حل خاص يحقق ماذا؟ يحقق شرطاً يعني يعطينا صورة معينة تحققها هذه الدلة لاحظ، ولكن من خلال هذه الصورة سنعين العدد الثابت إذن لاحظ، هنا قال عين الحل، حل واحد من بين هذه الحلول ولكن ماذا يحقق؟ يحقق F لواحد يساوي ناقص إثنان إذن تعيين، لاحظ كيف نجيب تعيين الحل الذي يحقق ماذا؟ F لواحد يساوي إثنان نحن الحلول التي وجدناها لحد الآن لاحظ، الحلول التي وجدناها الآن إذن عفوا، أعتذر إذن وجدنا إذن لاحظ ماذا وجدنا إذن وجدنا ماذا؟ F قد نقول الحلول نرمز لها مثلاً بـ F C لـ X تساوي آخر عبارة هي X أس ثلاثة ناقص X مربع زائد خمسة X زائد C إذن نضع، لاحظ الشرط الذي أعطاه قال F لواحد F لواحد يساوي ناقص إثنان أو إثنان لا تغير، فقط أعداد إذن F لواحد إذن نضع F C لواحد تساوي إثنان مثلاً نأخذ مثلاً مثال إثنان لا تؤثر هذه الأعداد إذن نعوذ بواحد في هذه الدالة واحد أس ثلاثة واحد ناقص واحد مربع ناقص واحد زائد خمسة زائد C يساوي إثنان إذن واحد ناقص واحد تختزل إذن C يصبح إثنان ننقل خمسة إلى الطرف الآخر ناقص خمسة إذن C ما قيمته إثنان ناقص خمسة معناه ناقص ثلاثة إذن الحل الذي يبحث عنه نعوذ فقط قيمة C بالقيمة التي وجدناها إذن A في الذي يحقق المطلوب معرف بهذه الطريقة على R معرف بـ إيكس ثلاثة ناقص إيكس مربع زائد خمسة إيكس زائد C الآن قيمة C يجب أن نعوذها بناقص ثلاثة إذن هنا يجب أن تفهم الفكرة هي ماذا؟ الفكرة أن نعين دال الأصلية ثم نوضيف عدد ثابت C هذا هو ما لا نهاية من الحلول لأن أي قيمة C تعطي حلاً آخر عندما يطلب منا تعيين حل معين يحقق شرطاً معين مثلاً أفل واحد يساوي إثنان هنا معناه قال ابحث عن قيمة C التي تحقق هذا المطلوب تعوذ في الدالة ستجد مجهول واحد هو C تجد قيمته تعوذه في الحل وبالتالي وجدت الحل الذي يحقق المطلوب إذن نأخذ مثالاً آخر ضحف نأخذ مثالاً آخر إذن مثلاً نفرض أنه تمرين ثنيين الآن المعادلة حل المعادلة التفاضلية إذن حل المعادلة التفاضلية نسميها مثلاً ومعرفة بهذه الطريقة وفي البسط يوجد السيئة إثنان إيكس زائد واحد إذن هنا لم يطلب منها تعيين قيمة C فقد قال حل هذه المعادلة التفاضلية إذن نذكر مرة أخرى بالقاعدة تقول إن عندما تكون معادلة تفاضلية من الشكل إغراك فتحة تساوي آف لإيكس مباشرة حلولها هي إغراك تساوي آف كبيرة لإكس زائد سي يعني نعين فقط دلة أصلية لهذه الدلة الموجودة في الطرف الأين إذن لاحظ نضع دائماً نسمي الدلة نضع آف لإيكس تساوي أسية إثنان إيكس زائد واحد على أسية إثنان إيكس زائد إثنان إيكس الكل مربح إذن تصبح إذن المعادلة التي عرفت لنا هي من الشكل إغراك فتحة هذه العبارة كلها أسميناها آف لإيكس إذن أصبح لها الشكل الأول موجود في الدرس هنا مباشرة نقول حلولها هي الدوال ماذا؟ هي الدوال إيكراك يساوي آف كبيرة لإيكس زائد سي حيث آف كبيرة هي دالة أصلية للدالة آف صغيرة وسي ثابت كيفي؟ إذن ما هي الفكرة؟ يجب فقط أن نعين دالة أصلية لهذه الدالة في الدرس الثاني في هذه الوحدة كان بعنوان حساب الدوالة الأصلية حساب الدوالة الأصلية تعلمنا الكثير من القوانين لحساب دالة أصلية خاصة لهذه الأشكال المألوفة لاحظ قلنا عندما تكون الدالة من هذا الشكل إي فتحة وفي المقام يوجد إي أسآن لماذا فكرنا في هذا الشكل؟ لماذا لم نفكر في شكل آخر؟ قلنا دائما عندما نجد لدينا مقام مرفوع قوة معينة يجب الفكر الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا هو هذا الشكل إذن عندما تكون الدالة من هذا الشكل قلنا في الدرس دلتها الأصلية هي ناقص واحد على إي ننقص واحد في الأس ونضرب في النتيجة يجب أن نحتفظ بهذه القوانين الآن السؤال الأول هل فعلنا الدلة؟ لاحظ هل آف لإيكس المعرفة بهذه الطريقة؟ أسية إثنان إكس زائد واحد في المقام يوجد أسية إثنان إكس زائد إثنان إكس الكل مربع هل هذه الدالة لها هذا الشكل؟ نحاول أن نفكر إذن الدالة إي قلنا إي أس آن إذن الدالة إي هي الموجودة داخل القوس إذن نضع في هذه الحالة إي تساوي أسية إثنان إكس زائد إثنان إكس إذن مكتوبة من الشكل إي أس آن لاحظ في البسط يجب أن يوجد ماذا؟ يجب أن يكون هناك إيقراك فتحة هل موجود إيقراك فتحة؟ لا نعرف نقوم باشتقاق إيقراك إذن ما هي الفكرة؟ اشتقاق أسية إثنان إكس تنزل إثنان فقط تصبح إثنان أسية إثنان إكس اشتقاق إثنان إكس هو إثنان لاحظ هل في البسط يوجد إيقراك فتحة؟ لا يوجد إيقراك فتحة لأنه Y فتحة هو ماذا؟ هو إثنان أسية إثنان X زائد إثنان لكن يوجد أمر قريب جدا من إفتحة ضحي هذا الأمر كيف نتحايل عليه فيصبح هذه المشتقة؟ إثنان أسية زائد إثنان الفكرة هي كما رأينا في درس حساب الدواء الأصلية قلنا يمكن أن نضرب في إثنان ونقسم على إثنان حتى تصبح الدالة من الشكل إقراك فتحة على إقراك أس آن لماذا؟ لأن الآن إثنان هذه التي ضربنا فيها يمكن أن نوزعها على هذا القوس فتصبح إثنان أسية زائد إثنان في واحد هي إثنان وبتالي أصبحت من الشكل إقراك فتحة على إقراك أس آن وواحد على إثنان بطبيعة الحال تبق إذن الفكرة هنا مباشرة الدالة الأصلية آف كيف معرفة؟ قلنا واحد على إثنان يبقى ثم نعين دالة أصلية لهذه العبارة لها الشكل إقراك فتحة على إقراك أس آن معناها مباشرة دالتها الأصلية هي ناقص واحد على أسية إثنان إكس زائد إثنان إكس الكل أس قلنا ننقص في الأس واحد إذن الأس هو إثنان ننقص فيه واحد يصبح واحد ونضرب في النتيجة إذن عندما نضرب في واحد لن يتأثر أي شيء عندما نرفع قوة واحد أيضا لن يتأثر أي شيء إذن بهذه الطريقة نكون قد عيننا دالة أصلية إذن آخر إجابة على هذا السؤال نقول الحلول إذن أخيرا الحلول هي إقراك يساوي قلنا آف لإكس آف كبيرة لإكس زائد سي آف كبيرة إثنان ننظم هذه الكريبة إذن تصبح إثنان في أسية إثنان إكس زائد إثنان واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد ولا ننسى إضافة العدد الثابت سي سي هو ماذا؟ هو عدد ثابت كيفي ما معناه؟ إذن لحد الآن أي قيمة لسي تعطينا حل إلا إذا أضاف لنا شرطا قال عين الحل الذي يحقق كذا في تلك الحالة نعاوذ بالصورة ونجد قيمة سي التي يبحث عنها إذن هذا هو أول شكل سنراه في هذا الدرس أيضا سنرى شكلا آخر بسيط نحاول أن نتمكن من فكرته إذن الآن بعد أن رأينا الشكل الأول من المعادلات التفاضلية في هذا الدرس قلنا هو من الشكل إغراك فتحة تساوي أف لإكس قلنا حلولها هي إغراك يساوي أف كبيرة لإكس لماذا؟ لأنه عندما تكون إغراك يساوي أف كبيرة لإكس تقوم بالاشتقاق ستجد إغراك فتحة يساوي أف صغيرة لإكس الآن الشكل الثاني لا ننسى إضافة العدد الثابت سي الشكل الثاني الآن من المعادلات التفاضلية هو سهل نحاول أن نركز معه الآن إغراك فتحتين تساوي أف لإكس إذن مثلا في هذه الحالة يعطينا مثلا كهذا يقول حل المعادلة التفاضلية على أر نجمة إغراك فتحتين تساوي هذه العبار رحظ إذن إغراك فتحتين ما معنى إغراك فتحتين؟ معناه المشتقة الثانية التي هي مشتقة المشتقة قاعدة سهلة نحاول أن نفهمها نظريا ثم نطبق عليها حلول المعادلة التفاضلية إغراك فتحتين تساوي أف لإكس هي الدوال إغراك نحاول أن نحتفظ بهذه القاعدة إغراك يساوي جي كبيرة لإكس زائد سي واحد في إكس زائد سي إثنان نحاول أن نركز في القاعدة قال جي أولا هناك دلة اسمها جي جي هي ماذا؟ هي دلة أصلية للدلة أف كبيرة وليست أف صغيرة وآف كبيرة هي دلة أصلية للدلة أف معناه حتى نحل هذا النوع من المعادلات التفاضلية لدينا أف يجب أن نعين دلتها الأصلية أف كبيرة ثم أف كبيرة بدورها نعين دلتها الأصلية جي لماذا في رأيك؟ لأن هنا كانت لدينا مشتقة أولى قمنا فقط بالدلة الأصلية الأولى لما نقوم باشتقاقها تعطي الدالة ولكن هنا لدينا مشتقة ثانية إذن يجب أن نعين دالة أصلية ثم نعين دالة أصلية للدالة الأصلية لماذا؟ لأنه عندما تقوم بالاشتقاق الأول سترجع من جي إلى أف وتقوم بالاشتقاق ثاني سترجع من أف كبيرة إلى أف صغيرة معناه حتى لا نعقد الأمر لما تكون لدينا إغراك فتحتين تساوي أف لإكس نعين دالة أصلية لأف هي أف كبيرة ثم نعين مرة أخرى دالة أصلية لأف كبيرة نسميها جي نلاحظ أن هناك سي واحد مضروب في إكس وسي إثنان مضروب في إكس سي واحد وسي إثنان هما ثابتان كيفيان ما معناه؟ معناه لو طلب منا مثلا فقط حل المعادلة سنترك سي واحد وسي إثنان ولكن لو طلب منا تعيين حل معين يحقق صورة معينة في تلك الحالة نوعوذ يجب أن يعطينا هنا صورتين يجب أن نعوذ ونبحث بجملة معادلتين نبحث عن قيمة سي واحد و سي إثنان إذن الذي يهمنا هو الحل الآن وليس تعيين الثواني إذن نطبق على هذا المثال قال حل معادلة تفضلية إقراك فتحتين تساوي هذه العبارة أولا نسمي هذه المعادلة تفضلية أو ثم هذه العبارة يجب أن نسميها دالة إذن نضع لاحظ على أر نجمة الآن لماذا أر نجمة؟ لأن المقام لا يجب أن نعدمها على صفة إذن نضع على أر نجمة أف صغيرة لإكس تساوي إكس أس ربعة زائد إكس أس ثلاثة زائد واحد على إكس مربع الآن قلنا يجب أن نعين دالة أصلية للدالة أف صغيرة هي أف كبيرة ثم نعين لها دالة أصلية لاحظ لو أردنا تعين دالة أصلية لهذه الدالة بالقوانين التي نعرفها يستحيل لماذا؟ لأنه قلنا عندما تكون لدينا مثلا جمع دالتين إكس مربع زائد أسية إكس وتريد أن تعين لها دالة الأصلية تعين الأولى لإكس مربع تضيف لها دالة أصلية لأسية إكس في طرح نفس الأمر ولكن في القسمة وفي الجداء لا توجد قاعدة فقد قلنا في كاميرا إن في الدرس توجد بعض الحالات الخاصة إذن هذه الفكرة لو أردنا تعينها بهذا الشكل لا يمكن ولكن هذه الدالة بالتحديد يمكن تحايل عنها بحيث نجعلها جمع دوال ما هي الفكرة؟ الآن المقام فيه حد واحد معناه يمكن أن نفصل البسط نفصله على المقام إذن تصبح إكس أس أربعة على إكس مربع زائد فصلنا فقط البسط على المقام إكس أس ثلاثة على إكس مربع زائد أخيرا واحد على إكس مربع إذن تساوي إكس أس أربعة على إكس مربع هي إكس مربع زائد إكس أس ثلاثة اختزالت فقط إكس أس ثلاثة إكس مربع نختزل إكس مربع مع إكس مربع يبقى فقط في البسط إكس زائد واحد على إكس مربع الآن يجب أن نعين دالة أصلية إذن أف كبيرة دالة أصلية للدالة أف صغيرة أف كبيرة الأمر الآن سهل نطبق قاعدة قلنا لما تكون من الشكل إكس أس آن نضيفه في الأس واحد ونقسم على النتيجة دوما هذه هي قاعدة كثيرات الحدود إذن مثلا إكس مربع الآن أف مكتوبة بهذه الطريقة إكس مربع نضيف لها واحد في الأس تصبح ماذا في الأس يوجد ثلاثة ونقسم على النتيجة دوما لا ننسى هذه القاعدة أيضا إكس نفس الأمر تماما إكس أسه واحد ما هي الفكرة نضيف له واحد إذن يصبح في الأس اثنان ونقسم على النتيجة الزائد هنا مركز قليل هنا ليست من الشكل إكس أس آن ولكن لها الشكل رأيناه قبل قليل قلنا واحد على إكس أس آن دلتها الأصلية هي ناقس واحد على إكس أس آن ناقس واحد في آن ناقس واحد إذن تصبح ناقس واحد على ركز الأس هنا هو إثنان القاعدة عندما يكون في المقام تقول أنقس واحد وأضرب في النتيجة إذن إكس مربع الأس هو إثنان ننقس له واحد يصبح واحد يضرب في النتيجة واحد إذن واحد كمعامل لا يؤثر واحد كأس أيضا لا يكتب إذن بهذه الطريقة نكون نعين دالة أصلية للدالة أف صغيرة الآن هذه الدالة قلنا يجب أن نعين لها دالة أصلية إذن لا تنسى هذه القاعدة لأنه سنرجع لها الآن نقول جي كبيرة هي ماذا؟ جي كبيرة هي دالة أصلية لأف كبيرة إذن تعرف بهذه الطريقة بنفس الطريقة نعين دالة أصلية لهذه الدالة إذن لاحظ الآن يوجد واحد على ثلاثة إكس أو ثلاثة العدد الثابت دائما نحتفظ به هنا في الأس كان لدينا ثلاثة نضيف واحد في الأس إذن يصبح أربعة ونقسم على النتيجة دائما هذه هي القاعدة الآن لاحظ لدينا مثلا زائد واحد على إثنان إكس الكل مربع نحتفظ أيضا بواحد على إثنان نحتفظ بواحد على إثنان والأس فيه مربع إذن فيه إثنان نضيف له واحد يصبح ثلاثة ونقسم على النتيجة إذن ناقص واحد على إكس ناقص واحد على إكس هنا يجب أن ننتبه ما هي الدالة الأصلية لواحد على إكس الآن هنا حتى يمكن أن نواصل إجابة يجب أن يكون هناك تغيير بسيط في السؤال لأن واحد على إكس نحن رأينا دالة أصلية لها هي ماذا؟ هي ألن إكس لأن نعرف قلنا عندما تكون لدينا واحد على إكس عفوا عندما تكون لدينا ألن ونقوم باشتقاقها تعطي واحد على إكس معناه ما هي الدالة الأصلية لواحد على إكس هي ألن إكس ولكن على أي مجال على صفر زائد ما لا نهاية لماذا؟ لأن الألن ليست معرفة على النجمة إذن هنا كان من الأفضل أو يجب أن تكون دالة معرفة على صفر زائد ما لا نهاية حتى في التمرين سيوضح لك يقول لك حل معادلة تفضلية على صفر زائد ما لا نهاية لماذا؟ حتى لما تصل إلى هذه النقطة بالإمكان أن تواصل الدالة الأصلية لواحد على إكس هي ألن إكس ولكن على المجال صفر زائد ما لا نهاية إذن ناقص ألن إكس ننظم قليلا واحد على ثلاثة في أربعة هي إثنى عشر إكس أس أربعة زائد واحد على ستة إكس أس ثلاثة ناقص ألن إكس إذن عيننا الآن دل جي ماذا بقي لنا حتى نحل المعادلة؟ فقط نكتب الجملة التي رأيناها في الدرس إذن حلول أ المعادلة تفضلية هي الدوال إي جراك حيث القاعدة تقول نذكر بالقانون جي لإكس زائد سي واحد في إكس زائد سي إثنان إذن جي واحد لإكس نأخذ هذه العبارة ونعوذها واحد على إثنى عشر إكس أس أربعة زائد واحد على ستة إكس أس ثلاثة ناقص ألن إكس زائد سي واحد إكس زائد سي إثنان إذن في هذه العبارة كل شيء معلوم ما عدا سي واحد و سي إثنان قلنا هما ماذا؟ سي واحد سي إثنان ثابتان كيفيا معناها يأخذان أي قيمة ممكنة ما عدا لو أضاف لنا سؤال آخر قال عين الدالة الأصلية التي تحقق ويعطيك الآن صورتين لماذا يعطيك صورتين؟ لأنه لديك مجهولين فقط تعوذ وتبحث عن المجهولين إذن هذه هي فكرة المعادلة التفاضلية أظن أنه أصلا هي فكرة سهلة وبسيطة فقط تعيين دوال أصلية إذن أي ملاحظة أي استفسار تركوها لنا في تعليقات لا تنسونا من صالح دعائكم لا تنسو مشاركة هذا المحتوى نلتقي في فيديوهات قادمة بالتوفيق السلام عليكم